الخطة رقم اثنين تتنفذ ومش عايز اي غلطة مفهوم؟ مفهوم يا ميشو تفضله ما قلنا تفضله؟ محاضر يا ميشو تعال هنا خير يا فريد بس مستعدش؟ فينا على بيت فواب باشر؟ هي دي يا حضر الظبط هي دي؟ روح انت بفتيح يلا ايه ده؟ ده انا افتكرت بصابت بجد يلا ايه؟ شش مش مقتو طيب خير يا باشر انت بس اقلت انا بس اللي اسأل يلا تديني المفاتيح تفضله والاك ايه؟ عايزك تصلح العربية دي؟ صوت المطور ده مش عايز اسمعه تاني خالص محاضر وانت تساعد لو طلب حاجة محاضر يا باشر انت بس اقلتش؟ تفهم يا فريد برافا بومبوني بقولك تطلعوا بقى بالعربية دي على اللي بيورد العربية المسروقة انا مش عايزك تلعب الحاجة كله تمام واحنا مزبطينه وانت استيشن حللي نمر العربية ديا وامل انا قلتلك عليه مفهوم؟ تمام يا ميشو استيشن مش عايز غباء اعطي يالا واندب و جاي عوزيو اميشو نوع علي ايه؟ جاي جاي رشيكو وبمدلك اداية كمان انت بلغت علي مرة وانا بلغت عليك مرة نبقى خلصين يعني ايه؟ مش فهم معاهدة صلحة يعني محدش فينا يقرب للتاني لانت تخسر ولا نخسر ها؟ قلت ايه؟ ماشي يا ميشو طالما بقى هنفتح صفحة جديدة يا شيكو يبقى الصور اللي عندك دي تتحارق واصل امانة بتاع عمي يرجع لي ها؟ قلت ايه؟ رقعد واصل البلاء وقد وصل الى البالى ماه захذر الل king هذا بقى بنبقى حباب بنحضن يا شيكو التنبيض طول هم راك راغي لاميشو اه معاد تماما فان وحكا نسأل بسياتك الهدادي اذهب 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 شوف في الكيس شوف فيه جوكرا اللي مفيش مفيش جوكرا معلم ده فيه كباب وكفتة بس حد أبوه يعني كباب وكفتة ومفيش جوكرا هاتكرت ده كان بالأكل يا شيكو ها كارت ده مهار في الأكل ده جائت في الأكل وأه جاء العين يوّلل كيلبي يميس مصر التي في خاطري وفي فمي ترى أحبها من كل روحي وادمي بابا بابا لو سمحتكم انت عايز حضرتك إيه لإزعاج ده إيه لإزعاج ده هو أنت لو ما عملتش إزعاج بالليل تتصرف وتعمل إزعاج بالنهار حضرتك صباح الخير على الصبح وصباح الخير على وشك بأمرت إيه وإنت عملت تاك 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 تخبط على دماغي درجة أني دماغي وجعتني وازهقت من كتر مدماغي وجعتني حضرتك أنا دلوقتي بخبط على باب قوضة بابا علشان أنا عايزه ابنه وعايزه ومش بخبط على دماغ حضرتك يبقى تخبط بالراحة ما انتش عايش في البيت هنا لوحدت حضر معاك ناس حضر حضر بابا بابا لو سمحتكم انت عايز حضرتك يفتح وانت فاكي ان هو بالطريقة دي حيفتح او يسمع يعني اعمل لحضرتك ايه كده على الصبح قال له يعني بخبط بصوت عالي مش نافع بخبط بهامس برضو مش نافع اعمل ايه انت زي تكلمني بالطريقة دي وهو ده بقى اسلوبة هو ده اسلوبة ايوة بتشوح بيدك كده هو ده اسلوبة طب تعالا ايه سيد لا تعالي انا هندله سيد يا بابا افتح في ايه في ايه يا سيد الولد دوت مش قوت ربي والولد ده قليل الادب والولد بيرد علي ايه ده في راجل في القوضة ايه 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 ده ايه ده ايه ده ايه انت عملت ايه زفت عالصبح ايه ماريشة انا اسف انا اسف ايه ايه مش قبل اسفك ولا طيق اسمع كلمة منك انا اسف سيد انا اسف انا اسف حبيت انا اسف ايه اواز ايه ادلع بري سيد عم بحب أكثر منك أكثر منك بكتير كتير قوي وقول لك حاجة حاجب لها هي حالة بيساو انت لأ ماشي يا بابا ماشي خلاص عاوز حاجة بقى؟ لأ ولما هو يبقى لما هو لأ كصرت الباب على دماغي بالصبح دي اه يعني بقى دلوقت حضرتك كنت جوا وسامع كل حاجة وما فتحتش إلا لما الست هانم الست زهقانة دي انخبطت وزعقت لحضرتك علي صوتك يار علي علي صوتك وشوحلي انا اسف انا اسف فيه في اللي اتقرب أكثر من اللي بتعملها دي انا اسف انا اسف ربنا سامع وامطنش في حاجة بقى؟ كنت عايز أسأل حضرتك عملت لي ايه في 30 ألف جنيه السلف اللي انا قلت لك عليهم بصراحة ربنا ما عملت لكش حاجة في 30 ألف جنيه اللي انا سألتنا عليهم ويريت تغور من قدامي بقى بدل ما لدعت 30 ألف قلم على وشك امشي انا ما كنتش متخيل ان بابا يعمل كده انت بتفاجئ كده ليه؟ ما لا ايه لك؟ ابو كده انا عارفه وحفظه كويس قوي طب وبعدين بقى العمل ايه دلوقتي يا عمي؟ ولا اي حاجة انت تروح تستلم جايزيتك وما تضيعش وقت ايه ده؟ طب وحضرتك مش هتجي معايا هيئة القصار علشان بقى تشوفني وانا بستلم شهادة التقدير رقم 13 ليه لا روح انت يا فاطين ما انا روحت معاك لتنشر مرة اللي فاتت ايه رأيك تاخد معاك لامياء ايه فرصة تشوف نجاحك واهتمام البلد بيك بالله يا فكرة عم هنس عمي ان شاء الله لسه برضو في املي انت لما احنا عايش اين؟ ما تقلهش علي يا فاطين يا ما مرت علي ظروف اسعب من كدة وكلو بيعدي والحقك الزيت يطفو دائما ألف ألف مبروك أنت دايماً مشرفنا بأبحاثك ودي بقى شهادة تقدير وده شيك بالمبلغ اتفضل اتفضل يا حود شكراً جداً يا فندم اتفضل يا لميان معلش بقى يا فاطيني يا ابني المصور مجاشاً النهاردة عشان نقدر نخد لك صورة وننزلها في الجرايت يا فندم ولا يهم ساعدتك وبعدين ما هو فيه صور كتير قوي ليا هنا بوخدوا منها أي صورة على رأيك أنت دايماً بتفوز معانا منو أنت شب صغير في إعدادي وأبحاثك دايماً بتحصل على المركز الأول بعد إذن حضرتك يا فندم يعني لما هو بيفوز ومهم جداً لأميانتك التدير بتاعه فين؟ يا لمياء نهو مش معقول تعد تشتغل في البحث بالشهور وتصرف عليه من جيبك وفي الأغل تخد لي حتة ورقة وشوية بلالين يا لمياء معلش يا فندم لمياء خطيبتي يعني هي مندفعة حبتين لكن هي قلبها أبيض جداً يا فندم يا ريت حضرتك يعني ما تزعلش منها أنا متزعلان منها ولا حاجة هي معا حق بس هنعمل إيه بقى؟ هي دي اللوايح والقوانين المرات دي بقى في حاجات جديدة بجدد بجدد يا فندم بجدد طبعاً دا كرنيب اسمك عشان تقدر تدخل بيه كل الأماكن الأسرية والثقافية مجانة دا دا طبعاً غير إن سيادة الأمين العام للمجلس الأعلى الأثار هيكرمك بنفسه في الاحتفال السنو ومن دلوقتي انت أصبحت مقيدة عندنا كباحث متميز وبأجل متميز طبعاً دا غير إنه حكون لك رأي خاص في كل الأبحاث المتعلقة بالأثار يا فندم تشكر جداً تفضل يا فندم تشكر جداً والله يا فندم يعني كل دا علشاني صدقنا يا فندم أنا نفسي نفسي قابل سيادة الأمين العام للمجلس الأثار بنفسي علشان أشكره بس أنا طبعاً عارف مشغولي أتو يا فندم طب ممكن بقى نحتفل ونقطع ترطة وكمان ترطة تشكو وأكبر من بتاعة السنة اللي فاتت كمان تشكر جداً يا فندم وتشكر شايف هلامياء شايف يا حبيبي مبروك أما يبرك فيك يا هلامياء ألف ألف مبروك يا فطين يا الله يبرك في حضرتك يا فندم وإن شاء الله عقبال كل سنة